بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشتراك المرسلين نواصل في شابتار 6 نشوف الليكتشار 2 نشوفين اللي هو اللين سبسفير والإف بلوت كماند طبعا نحن في الليكتشار الماضي شفنا أنه لما نرسم رسمة دائما يأتي بلون أزرق والخط يكون خط متصل وما في ماركار تايبز هنا هل ممكن نعطي خصائص لهذا الخط طبعا أي خصائص ممكن نعملها style of line هل هو خط متصل خط متقطع وبعدين color of the line وبعدين الماركار type of marker إذا محتاجينها طبعا مرات تحتاجها مرات ما تحتاجها أي شي اللي متوفر عندنا النواع الخط مثلا عندي خط متصل أحط له minus خط نقط dotted أحط له نقطتين minus minus تعطيني dash خط متقطع وبعدين dash dot اللي هو زي center line الموجودة عندكم الألوان موجودة ألوان كثيرة نحنا هنا نحنا نختصر علي إيش على هذه ستة ألوان الموجودة عندنا اللي هي الرد الأحمر green black blue black yellow تحتاج إلى هنا فهنا لاحظ الب لا تعني black black ناخذ الحرف الأخير منها والبقية ناخذ دائما الحرف الأول الماركر type أي شي إذا لما تجي ترسم هنا رسمة بهذا الشكل حتقول عندي النقاط هذه مرات تقول هنا عندي مربعات اللي يرمزونه أي شي لكل نقطة رسمت عندها اللي هو النقاط اللي انت ترسم عندها هذه ممكن تكون على شكل مثلا شرط زايد أو لو بدك لها تكون على شكل دائرة تحط أو ومش زيرو لا أو وبعدين لو بدك لها بس على شكل نقطة أو على شكل سكوير مربع أو على شكل دايمونت بهذا الشكل أو على شكل ستار اللي هو نجمة طبعا هذه الخصائص في شغلة كويتة هنا اللين سبسيفاير أنا ممكن ما أحتاج أحطه كأمر جديد لا أحطه داخل الأمر بلوت زي ما قال لك هنا وممكن أحطه بأي ترتيب ممكن أولا أحطه اللون وبعدين أحطه نوع الخط وبعدين أحطه الماركر تايب أو أبدأ بالماركر تايب وأحطه ثانيا هو أوبشنل يعني اختياري إذا ما حطيته ما يغير شيء البلوت ممكن تكمل بدونه فهو ما هو ضروري يعني أوبشنل ناخد مثال في عندي هنا الأكس وفي عندي الواي لاحظوا الأكس هنا لأن الأرقام متصلة ممكن نقوله مباشرة 188 إلى 194 ندخل كمان الواي وهنا رسمنا الأكس مع الواي ايش نوع الخط خط متقطع حطيت له مينس مرتين وبعدين الار رد وبعدين الو تعني أنه الماركر تايب ودية يكون على شكل دوار يلا نشوف لاحظ رسمنا من 188 إلى 1994 بنوع لون الخط هنا أحمر الماركر تايب هنا على شكل دائرة ونوع الخط هو داش حطيت مينس مرتين هلا نشوف كيف ممكن نعمل اللي هو F-Bloat F-Bloat هذي نكتب مباشرة المعادلة اللي عندي داخل كوتايشن مارك وبعدين نعطيه الليميتس أشياء الليميتس اللي هي الحدود اللي ودي أرسم فيها كيف ناخد المثال أنا ما أعطيك هذه الفنكشن ودي أكتر أرسمها لي وأقول لك أنه الأكس تمشي من سالب 2 إلى 4 هنا ما أحتاج أعطيك الخطوة لاحظ أكتب مباشرة المعادلة وهنا لاحظ ما أحتاج أحطه الدوت لأنه هو ياخذها وبعدين أحط له اللي هو الحدود لاحظ أن الحدود اللي بعطيه بعطيها بس للأكس لأنه الواي ما أحتاج أعطيها الحدود لأنه أصلا هو يحسبها من الأكس وممكن تعطيها هذه الحدود يلا رسمنا من سالب 2 إلى 4 لاحظ من سالب 2 إلى 4 وروح هو يرسم مباشرة الفنكشن من عنده اللي هي الواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة